التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد سقر التقى عددا من رجال القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية يأتي اللقاء في إطار اللقاءات الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا التي ترتبط بالقوات المسلحة التقى الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من رجال المنطقة الغربية العسكرية وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والذي يأتي في إطار اللقاءات الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة بدأ اللقاء بكلمة ألواء أركان حرب هاني مسعد شبانة قائد المنطقة الغربية العسكرية قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها اللامحدود لمقاتل المنطقة الغربية العسكرية مؤكدا أن رجال المنطقة دائما في أعلى درجات الكفاءة والجاهزية القتالية مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وألقى الفريق أول عبد المجيد سقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور مؤكدا أن أمن مصر وسلامتها يكمن في الحفاظ على قواتها المسلحة قوية قادرة على مجابهة كافة المخاطر والتحديات مشددا على أن الجيش المصري جيش قوي ورشيد مهمته الأساسية الدفاع عن حدود الدولة المصرية وحماية مقدرات شعبها العظيم والحفاظ على الأمن والاستقرار للنهود بالدولة المصرية مشيرا إلى أن أفراد القوات المسلحة هم نتاج خيرة شباب هذا الوطن الذين تم اختيارهم وفق محددات وضوابط عديدة تحقق الوصول لأفضل عناصر لنيل شرف خدمة الوطن مضيفا أن من المهام الأساسية للقوات المسلحة التدريب الجاد والواقعي للوصول بمستوى الاحترافية لتنفيذ أي مهمة تسند إليها تحت مختلف الظروف وأشاد القائد العام للقوات المسلحة برجال المنطقة الغربية العسكرية وما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهامهم وحماية بوابة مصر الغربية ضد أعمال التهريب والتسلل عبر الحدود بالإضافة إلى أي عدائيات في ظل التهديدات التي تمر بها المنطقة وطالبهم باليقظة الدائمة والحفاظ على الأسلحة والمعدات لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على حدودنا الغربية وفي سياق متصل قام الفريق أول عبد المجيد سخر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية جوا لعدد من نقاط التأمين الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي للإطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها اشتركوا في القناة